المترجم للقناة واضح أنهم يحاولون التهرب من الحقيقة كيف يقولون أن تركيا لم تتعاون معهم ولم تقدم لهم الأدلة ثم يقيمون محاكمة طيب المحاكمة على أي أساس تقوم إذا ما فيش أدلة لديهم وأين الاعتراف السابق الذي كانوا قد اعترفوا به أنما اعترفوا بأنه فعلا وقعت الجريمة وأن هؤلاء هم الذين قتلوهم حتى أن تبادر لذهني أنهم ربما يريدون أو ربما يكونون قد وجدوا مخرجا أن يحكموا على مجموعة بحد القصاص ثم يحصلون على عفو أنهم أصحاب حق المقدور يمكن أن يعفوا لو أرادوا هكذا تخيل إلي أنا أعتقد أن ما يجري اليوم هو استمرار للمهزلة التي يقوم بها النظام في السعودية في الحقيقة نحن لم نشهد في تاريخ المملكة كله حتى عندما يريدون أن يقيموا محاكمات ويعلنوا نتائجها ولو كانوا محكمين جنائيين في تجارة مخدرات لا تكون محاكمة لمجاهيل نحن اليوم أمام محاكمة في قضية حركة العالم كله ولكن تصر الحكومة السعودية ويصر النظام في السعودية أن تكون المحاكمة لمجاهيل لا يعرفهم أحد يعني الخمسطعش الذين تم اعتقالهم إلى اليوم من يعرف أسماءهم؟ هل تم إعلان أسمائهم؟ هذه نقطة النقطة الثانية عندما يأتي النائب العام ويقول في مؤتمر صحفي أننا طلبنا الأدلة من الحكومة التركية ولم تقدم لنا الأدلة ثم يطلب هو نفسه الإعدام لخمسة كيف يطلب الإعدام لخمسة بلا أدلة بين يديه؟ طبعاً هذا منطق طبيعينا باعتقادي أنه أنت تبني جملة تناقضات منذ اللحظة الأولى أنت تبني جملة تناقضات وتديرها يعني قضية الاعتراف أنه بعد عدم الاعتراف بمقتل قبال خاشقين بعدين أنت اعترفت أنه قتل قبال خاشقين بعدين أنت اعترفت أنه أنت مالك دخل باللي حصل بعدين تعترف أنه أنت لك دخل أو أنه هذا الفريق الذي أتى ونفذ العملية يعني طلح معظمهم مسؤولين كبار في الدولة يعني نائب رئيس الاستخبارات مستشار في الديون الملكي يعني وأنت في يعني على امتداد 18 يوم وأنت تقول أنه يعني ليس هناك أي علاقة لك بهذه في البداية أنكروا أنه دخل القنصرية ثم أنكروا وذن قالوا أنه خرج منها ثم ما باش عارف هذه التناقضات حينما تدير هذه التناقضات تتحول في حد ذاته وبعد ذلك إلى تناقض كبير أنت أنت تصبح عبارة عن تناقض لا أحد يستطيع أن يتعاطى معك ولا مع ما تصدره أو تقوله أو تحكمه هذا مشكلة مشكلة كبيرة حقيقية يعني يتحمل يتحمل هذا النظام ونبع اعتقادي أيضا المجتمع الدولي طبعا اليوم الأمم المتحدة كان في تصريح خطير الأمم المتحدة على إثر الإعلان المحاكمات التي تمت المتحدة قالت اليوم أنه نحن نريد تحقيق شفاف وواضح في جريمة تبطيئة هذا مستحيل يأخذوا من السعودية ما عندهم نظام قضائي مستقل تصور أنت في البلدان التي فيها أنظمة قضائية مستقلة جريمة مثل هذه المحاكمة فيها تكون عالمية وفيها كاميرات وفيها تغطية عالمية لأن الرأي العام كله انشغل بها فترة طويلة ومازال مشغولا هناك لهذه القضية بعد الإقليمي والعالمي صارت حتى عالمي الآن صارت أكثر من حتى التفوق السعودية أيضا في هذا المجال الآن كل الناس ينتظروا نتائج رأي العام العالمي كلها خوز من هند إلى أفريقيا إلى أوروبا الأمريكا الاتنية كل الناس الآن ينتظروا نتائج وعرفوا كل ما يقوم به السعودية ليس لها أصل من البداية القصة إلى الآن كان مصرحية كل يوم وعرفوا الآن هناك مصرحية تدر وليس هذا اليوم الذي تكلم فيها أردوغان وجدنا كل التليزيونات العالم كان يبوس ما يقولها أردوغان لماذا؟ لأن ما جاء القصة من السعودية كلها كان لأصل لها ما يقوله أمريكيين إذن ليس لها أصل وكل الناس بدأوا ليس الناس عاديين كانوا ليس إعلاميين كل عالم كان ينتظر ماذا سيكون قصة تخرج من هنا وإذن هذا يدول هنا من أي جانب الآن أخذ الناس إلى القضاء هناك حينما لا يكون شفافة لا يراها عالم كل ما تقوله لا يصدقها أحد الآن ليس من المفروض أن هذه الجريمة التي ارتكبت على أرض تركية أن البلد الذي ارتكبت فيه هذه الجريمة هو الذي يحاكم المفروض المحكمة تكون هنا أو تكون هناك إذن تكون هناك وتركيا إذن تتدخل إذن تركيا إذن ترسل القاضي هناك والتنسيق وتقوم وأمام التليفزيونات تكون وما بات سيقوم بهذه المشيئة أنا لا أذكر أنه في جريمة وقعت في بلد لما تحصل المحاكمة في بلد آخر بالعكس إذا المجرم خرج من بلد الجريمة التي ارتكبت فيها الجريمة يسلم يطلبون تسليمه حتى تحصل المحاكمة وهذا هو ما طلبها تركيا أولا التسليم هؤلاء أيضا وأولا اعتذار من تركيا والتسليمهم إلى تركيا هؤلاء ويكون قضاءهم هنا لم تعد القضية اليوم عرفنا في شهر أصول قادم في أمريكا سيكونك أيضا أن هذا الموضوع شيء والذي عرفنا الآن هذا كان مسرحيا حتى يقول لهم نحن بدأنا لمحكمة هؤلاء بتصوري الآن أنه هذه القضية هي ربما القضية الوحيدة قد تكون التي لم تعد قضية سعودية تركية القضية خرجت من مجالين السعودي وتركي إلى قضية دولية يعني اليوم تعليق الأمم التحدى ليس سهل وطوال الثلاثة الأشهر الماضية نحن نعلم تعليق الحكومة الألمانية الفرنسية البريطانية الأمريكية الكندية كل الحكومات في العالم المهمة التي لها تأثير في صناعة السياسة الدولية كان لها تعليق في هذا الموضوع بمعنى أن القضية خرجت من الإطار السعودي التركي إلى الإطار الدولي أصبحت قضية دولية وكانت ربما هي أهم قضية على الإطلاق في 2018 ولربما الذي ساهم في هذا هو التصرف السعودي تصرف متناقض واضح أنه مجرم يريد أن يتهرب من المسئولية كلما أمعنوا في ذلك كلما ازداد اهتمام الرأي العام بالأمر وكلما ازداد الإعلام تربصا ما أتوقعه أن المحاكمات التي تجري اليوم هي جزء من حالة الهروب السعودية تريد أن تتخلص من هذا العب وأنا لا أرجح فكرة أنهم قد يقولوا بأنه هذا قصاص وبدنا نعمل مصالحة وما إلى ذلك لا لا أنا أعتقد أنهم سيعلنون مدام المحاكمين مجهولين ما الذي سيمنعهم أن يقولوا نحن حكمنا بالقتل ونفذنا القتل وخلاص انتهت الجريمة وأغلقنا ملفها هذا الأمر ممكن جدا وممكن أن يضحي محمد بن سلمان ويقتل مجموعة وهو السناني الأكثر وأنا أعتقد أن هذا ما يمكن أن يجري أن محمد بن سلمان يريد أن يتخلص من ملف الجريمة المجريمين ألقينا القبض عليهم وعاقبناهم وقتلناهم وانتهى الموضوع الآن بعد ذلك لو طالبت كل دول العالم بالتحقيق بأي شيء ستحقق أنا أعتقد أننا رايحين في اتجاه محاولة السعودية الحثيثة لإغلاق ملف جمال خاشقجي ويساعدها على ذلك بصراحة الموقف الأمريكي الرسمي وحتى الموقف الأوروبي الذي يعني يحاول أن يغازل الرأي العام والصحافة والموقف البريطالي والفرنسي بالذات نعم يحاول أن يغازل مواقفها أفضل يعني هذه المواقف تحاول أن تغازل الصحافة ولكنها ليست مواقف صادقة وليست مواقف حقيقية فكل هذه المواقف يمكن أن تساعد محمد بن سلمان على أن يغلق هذا الملف وأن ينهيه ولكن لماذا يريد أن يغلاقها لمسالحهم هم ونجد أنا أتذكر في البداية في أول الأسبوع كثير من الإعلامين وجدته هنا بعد شهر وجدتهم بعضهم يتركون قلت لماذا قالت الدولة التي نحن نعيش فيها اتفقوا مع أسبوع وأخذوا فلسهم لأننا نحتاج هذه القضايا انظر إعلامي يقول هذا ومنهم الروسيين مثلا في أول أسبوع هم كانوا يغطون أكثر من غيرهم هذا الموضوع تلفزيونات روسية بس من هذا طبيعة الإعلام الإعلام لا يستطيع أن يظل مركزا في القضية فترة طويلة إذا ما فيش تفاعلات جديدة نعم يعني هي وصلت القضية إلى ذروة نعم ثم بدأت لأن هذا الكتاب صدر الآن طبعا هو الكتاب لم يصور إلا باللغة التركية صحية قريبا سيكون بالإنجليزية والأتو العربية يعني هذا الكتاب صدوره جدد الاهتمام بالقضية نعم لأنه حسب ما فهمت وقرأت بعض التقارير عنه هو يجمع كل الأدلة التي كانت تخرج على مراحل نعم التسجيلات المسربة موجود ماذا كان فيها كلها موجود أصلها هنا ليس كلها إلا تقريبا هنا أيضا 40% لعل نجد 60% الباقية من التسريبات في التسجيل سيكون في شهر القادمة وأيام القادمة أيضا طب هذا الكتاب الذين بعد قليل سنقرأ ماذا فيها الذين وضعوه يعني هل هذا بتنسيق مع الدولة التركية طبعا هؤلاء ثلاثة كاتب هم كتاب في جريدة السباح وهم لهم علاقة قوية جدا مع حكومة تركيا والأمن التركي أيضا لهم لأنهم مرسلين الأمن أصلا آآ مرسل أمنيين أمنيين أيضا ثلاثة هم هم أقوية جدا في هذا المجل في التركيا أيضا هم ثلاثة أشخاص آآ أبد الرحمن فرهات أولي ونزير قهرمان أيضا هم ثلاثة أشخاص وهم أقوية جدا هم قريب لأمن وهم حصل على كل هذه التسجيلات ودعوه هناك كثير منهم وإذن بعض الصور خاصة أيضا كما نشر بعضها في الصحف التركية وغدا عندهم برنامج خاص أيضا سينشرنا بعض الصور جديدة أيضا غير الذي ما نشروه يعني أنت تعتقد أن التسريبات التي دونت في هذا الكتاب ليست كل التسريبات عفوا التسجيلات قصدي يعني في تسجيلات لسه ما نشرت نعم هناك ما زال ما نشرت هم إذن يقولون في كتابهم إذن هذا نعم نحن حصلنا على ما ماذا حدث كلها موجود نشروها ولكن ما زال هناك في التسجيلات أمور أخرى هذا ما زال لا نعرف ولكن كلم ماذا حدث لماذا الحكومة التركية مخلية تسجيلات أنا أظن هل ستستخدمها كوراق بلها كل شهر أن يخرج شيء جديد ويكون هذا قضية حية أن يناقش هل تبقى القضية حية نعم نعم وما زالنا كما نعرف إلى الآن ما وصل التركية إلى الجثة على الأقل على السعوديين أن يقول للحكومة التركية إن جثة الجمال قاشختي إلى الآن ما عدتوا إذن حتى ينظر في البير الذي في بيت القنصل لأن لا يسمح لها طب هل التسجيلات التي دونت هنا تفيد فعلاً بأن الجثة ذوبت في الأسيد طبعاً ساعة الثاني عشرهم بدأوا يتكلم فيما بينهم ونجد مطري الذي جاء هذا الجرح السعودي يقول لمجموعة معهم في التسريبات هنا أنا أول مرة سأمزق جسد الحي هذا ما جربته من قبل من قبل كل الجسد كان ميتة كنت أمزقها يعني جثة حديثة وفاة لا لا ليس حديثة وفاة لا لا معنى ذلك أنهم قطعوه وهو تحت التخدير قبل أن قبل أن يفارق الأحيانات لم يكن قد مات يقول أول طبعاً هو قبل أن يبدأ هذه العملية يقول قبلها أول مرة سأجرب هذا لأن من قبل كان الجسد الذي كنت أقطعوها قد مات قبل يومين أو يوم ولكن أول مرة الرجل الذي نقتله ومماشرة نقتله أول مرة سأجرب هذا الشيء يقول يعني حديث نعم وهذا ويقول ثم يتم الطاولة يدعون الأعلى آلات التي كيف يقتل جسم يقول دع هذا المشار هنا دع هذا هنا دع هذا هنا هنا ما يدخل هو في غرفة ثم ندخلها ونبدأ بالتقطيع أنظر جهز كل شيء يعني هذا يثبت أن نية قتله وتقطيعه وتمزيقه موجود مبيتة نعم مبيتة نعم وهذا كان موجود هذا إذن يدول لأن قبلها ذهبوا للسوق اشتروا هذه الأمور ويشتروا حقائب الحقائب كان فارغة أنت كالسياح تذهب إلى الحقائب قبلها لابد أن تشتري شيء حتى تعرف كم من الحقائب تشتريها وجوبي هذه الحقائب وبهذه السكين أنواع من السكاكين وأنواع وكذا وهو يقول أيضا أنا كنت أمزيق الجسد وحتى حيوانتنا نعلقه ثم نمزيقه ولكن أول مرة أيضا أجرب على الأرض تمزيق الجسد وهذا بالإش ماذا سنقطيعه أيضا على الذي منشار نعم منشار سنقطعه في الأرض وكذا وندع فيها النايلون ثم نقسله أيضا وهذا قبل ساعة يدخلون في هذا الموادع وهذا معناه أيضا هم قرروا هذا من قبل يعني كأنهم يراجعون ما ينون أن يفعلوه نعم هم يجهزون يجهزون نعم يجهزون أنفسهم وكذا الله بعد قليل سنقرأ ماذا هم أيضا نقشوا حقيقسنا هذه الأمور صراحة حينما تقرأ هذه الأمور يعني تدهش أنا قرأت كثير من الروايات شهادنا كثير من الأفلام رعب ولكن القراءة هذه الشيء أرعب منها حبذا لو تقرأ لنا الآن الآن بعد قليل سأجب الصحيفة سنقرأ بعد في الجزء من ماذا نقول بعد الفصل الثاني في الفصل الثاني نقرأ هذا يكون أحسن أستاذي حتى أرى الصفحة وكذا نشير إليها ثم نقرأ نبدأ القراءة والله يا هذا حاجب وريعة فعلا نعم يعني هذا فيلم رعب ما مر نعم وحتى كثير من أنا أجلت ناس عادين يتصنوا به حتى في تركيا أمشي في الشارع أو شيء الطفل صغير يا أستاذي ماذا حدث أنا لست الآن أشاهد أفلام أفلام رعب صار أندي شيء خفيف جدا أطفال يكون هذا وهذا أرعب منها بكثير وخرج منها التفاصيل من كل الجوانب فبليش الذين يدعون أنهم يحاكمون المتهمين الآن في السعودية يعني ما يأخذ هذا الكتاب هذا الكتاب فيه كل الأدلة كل الأدلة كلها موجود هنا ومن أول يوم إلى نهو وفيها ودوا صور أيضا في النهاية مثلا ماذا نجد صور اللي أخذت في الكبيرات هذه نعم مثلا أخذت أدرب لكم مثلا أمثلة مثلا الرجول الذي كان أين صورة هنا مثلا الذي لبس هذا لباس جمال قاشخي بعد قطع هذا رجل المدني نعم مدني مثلا هذا شاب فيديو نعم 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 جمال عندما دخل إلى القنصولية بهذا اللباس والرجل يخلعون لباسه ويعطون هذا الرجل ويلبس وأمامك يقتل الرجل وأنت تلبس لباسه والتخرج من الوراء من الوراء القنصولية انظر كيف وتمقل وتضحك كيف الاستخبارات والمسؤولين في التركيا لا يعرفون جمال جيدا لأن وجهه صراحة يشبهه انظر إلى الجمال انظر إلى الرجل يشبه قليلا ما من أين عرفوا أن هذا ليس الجمال من الهزاء من الهزاء نعم نعم من الهزاء أول مرة حينما عرفوا هذا ليس هذا الجمال لأن الجمال دخل بهزاء الذي دخلها وثم الرجل الذي كان يخرج من الولد لأن هزاءه هذا الرجل كان كبير هذا الطرام أريد أن أسألك ما يتوفر لدى السلطات فقط تسجيلات مسموعة أم هناك تسجيلات مرئية أستاذي أنا صراحة لا ولكن أنا مما عارف أظن هناك مرئية أيضا موجود منهم موجود مرئية نعم كيف يقال أنه تم إغلاق كل الكاميرات الموجودة قبل دخول جمال خاشقية أستاذي هناك انظر شركات الأمن التي تقدم خدمات للمسألة القنصوليات أو إلى المباني مثلا أحيانا يحطوا الشيء ويغلق وهم يدعون كاميرات ثانية حتى لأنهم يأخذون حينما يكون مخفية مخفية إذن ممكن يكون كمسا هذا الشيء أظن حدث موجود ولكن أخذوه من شركة الأمن ليسا الاستغبار هذا من شركة الذي كانت تطعي خدمات هذه الشيء هل موجود طبعا هناك شيء في أيام قادمة طبعا هنا تركيا تريد أن سعودية كما يقول الرئيس الجمهورية تركيا رجب طالعوغين نريد القصة بكامل من السعودية نحن عندنا كل شيء ونعرف كل شيء فيا من القادمة تركيا لأن تجهز الأمور وحتى تريد أن تأخذها إلى الأمم المتحدة وكذا إلى العالم كلها بقضايا ستستمر هذا ولن تترك كما قال وزير خارجية التركيا وكلهم الآن يجتمعون وكله وهناك قصص لها رب من الأمور أخرى أيضا ويردان يجمع ماذا إلى الآن كان هدفهم ما هو كان هدف بالتركيا أيضا هنا يردان هل سياق القريمة يعني بهذا الشكل سيد مساء هنا إذن عفوا صورة مثلا مدني نجد هنا كان متلحل حينما ذهب ودخل في الحمام في السلطان أحمد وخلع خلع لباس جمال وكان في حقيبة لباس آخر لابس هذا وحلق لحيته وخرج في حمام ويزم الحمام في السلطان أحمد وهذا في داخل الحمام يعني أنا أنا أريد أن أقول شيء بأن الأدلة هي أعتقد أصبحت يعني شف متكاملة شف متنام شف متكاملة لا متكاملة القضية الآن هي أن العالم يريد أن يخرج محمد بن سلمان دون أن يتأثر نعم وأنا يعني مقتنع بأن التركيا تبذل كل وسائها في هذه القضية ولكن أعتقد أن إحالة القضية إلى تحقيق دولي إلى الأمم المتحدة تحديدا يعني لن يكون له نتائج كبيرة على محمد بن سلمان أمامنا عدت قضايا مجلس الأمن سيعيق التحقيق يعني في عندك قضية الحريري كم يعني وحيلت إلى لجنة دولية وغيرها من قضايا وقضية عرفات فهذه القضايا في عمومها يعني تطول مدتها وتذهب قيمتها أنا أعتقد أنه اليوم إحنا أمام واجب أخلاقي على العالم كله لا سيما على الذين يعتقدون أن هذا النظام ارتكب هذه الجريمة أن يجردوا هذا النظام من أي نوع من أنواع الصفة الشرعية والصفة السياسية والصفة الأخلاقية أن يكون هناك فعلا رفض لأي نوع من أنواع التواصل والتعامل هناك إرادة أن يقوم محمد بن سلمان بجولات جديدة قام بعدد زيارات إلى دول عربية كان له بالمرصاد للأمان عدد من الشعوب العربية لا سيما في تونس أنا أعتقد أنه لابد من تعزيز هذا نعم هو المؤسسات المجتمع المدني المؤسسات الشعبية تقوم بذلك لكن على المدى الطويل على المدى الطويل سوف تخفت أيها هي لأنه المشكلة في الحكومات الحكومات تتواطئ بسبب ما تحسبه من مصالح مع القاتل مع المجرم للأسف يعني هو الآن المعركة الحقيقية في هذه القضية ستكون في واشنطن نعم وليس في أي مكان آخر لأنه طالما البيت الأبيض مصر على أن يوفر الغطاء لمحمد بن سلمان سيظل محمد بن سلمان محميا ولكن الإعلام لن يسكت واشنطن بوست بالذات من نيويورك تايمز سي أن أن وأيضا بعض أعضاء الكونغرس ومنظمات حقوق الإنسان فالمعركة ستستمر يعني لن تتوقف تبعا هذا صار موضوع أخلاقي عند الغرب لو سكتوا عن هذا الموضوع لو توقف يعرفون أن الغرب بدأ يناقش هذا الموضوع هذا معنى سيستمر كميسة هذه الأعمال في السنوات القادمة سيكون هناك شيء الآن النظام حقوقي عالمي سقطت وفي منظمات عالمية كلها عندها النقاش حول خلوقها وتعاملاتها مع الدول وكذا الآن لو سكتت كميسة هذه الحمجية أمر الحمجي معنى الحمجية في السنوات القادمة سيكون منتشرة في عالم كميسة هذا سيكون شيء متداول كل أحد من عنده فلسية ستعين يسقط أي رئيس حتى الغرب يعني حتى نحن حينما ننظر للغرب على أنه كتلة من المنظومة القيمية والأخلاقية نبالغ في هذا القانب الغرب هو عبارة عن تيارين التيار الشعبي الحقوقي العام المدني هو تيار أقرب إلى الحقوق والحريات كذا لكن التيار الآخر اللي هو الرسمي الغرب الرسمي أنا باعتقاد الغرب الرسمي هذه خاشقي أو غير خاشقي ما حصلت في المجازن عن امتداد تاريخ المنطقة العربية لا تعني لا من قريب ولا من بعد بل هو عامر رئيسي في كل ما قرى في المنطقة العربية وبالتالي أنا باعتقادي بس يتأثر هذا الجانب الرسمي يتأثر بالجانب الآخر الذي ذكرته إذا أنت محق في هذا التصنيف ولكن في الغرب بسبب المنظومة الديمقراطية هي تؤثر تعكس يمكن أن يتأثر هذا السياسي برغب أنه يحسب حساباته بناء على مصالح اقتصادية صحيح ولكن فيه انتخابات جاي على الطريق فيه إعلام قوي يمكن أن يشهر بهم يمكن أن يتابعهم ولذلك يعني الموضوع ليس بالبساطة أن يفلتوا من المسألة صحيح لكن أقصد كنت في نقاش مع حاجز زملاء الغربيين وهباحث فريطاني قبل أشهر هنا أو قبل شهر في إسطنبول كنا نتحدث عن هذا القانب بشكل رئيسي مثلا الموضوع الآن جمال خاشقي والقضية العلامية الكبيرة التي تدور في العالم الآن قال لي يعني كل هذا الصوت الذي تسمع أنته هو صوت بالأخير صوت مدني حقوقي طبيعي جدا أن تسمع هذا الصوت لكن قال خلف هذا الصوت هناك القانب الرسمي في الغرب القانب الرسمي بالأخير ممكن يتعاطي يتعاطي إعلامياً بتصريحنا بمقولة هنا لكن في الأخير أنا أعتقد أنه يعني فيه ترتيبات فيه هناك سياسات وصناعات سياسات نعم للمشهد من الخلق الغرب مع محمد بن سلمان وحتى أمريكا الرسمية وأنا أعتقد أنه هذا يجب أن يأخذ بالحسبان فلذلك أي نوع من أنواع التحركات اليوم يجب أن يكون مزيد من الإصرار الإعلامي عند المؤسسات الإعلامية ومزيد من الاستمرار في الأنشطة المدنية لأنه في النهاية عموم الحالة الرسمية تراهن على أنه في النهاية هذه النشاطات ستستمر مدة ثم تخبو ثم تنتهي فإذا انتهت انتهت القضية كلها سياسيا وحقوقيا وإخلاقيا وإنسانيا فلذلك أنا أعتقد أن المراهنة هي على هذا الأمر هل ستستمر إلى متى ستستمر الواشنطن بوست في التغطية الجزيرة إلى متى يمكن يعني حتى الجزيرة شفنا وهذا طبيعي جدا كيف خفت خفت تغطيتها في مجموعة من العوامل تضافر يعني مثلا أنت الجزيرة لولا أنه في مشكلة بين قطر والسعودية كان ما دخلوا هذه المعركة بهذه القوة صحيح وأيضا لولا أن ترامب لديه مشاكل مع السياسيين في بلاده ومع وسائل الإعلام بالذات تحديدا صحيح من يوم أجه هو شاني حرب على وسائل الإعلام صحيح لما ربما تحمسوا بهذا الشكل الاعتبار الآخر أن جمال رحمة الله كان يكتب في الواشنطن بوست فهم يعتبرونه واحدا منهم صحيح يعني زميلا وصديقا وابنا لهم قتل غدرا ففي مجموعة من العوامل تتظافر في ظني ستبقي هذا الموضوع حيا هي لا شك أنها ستبقي حيا القضية وستتفاعل لكن باعتقادي تأثيراتها على المدى البعيد فيما يتعلق وحتى المدى القريب يعني على تشكيل السياسية للمنطقة أنا باعتقادي لن نكون وخاصة في المملكة يعني المملكة أيضا لا تنسى أنها أكبر لديها أكبر هاي أضمال ممكن تشتري به كل الأصوات التي ممكن أن تقول أو تصيح هنا والله إلى حد يعني هو المال طبعا المال سلاح خطيب ولكن إلى حد بعدين بينكشف يعني شاهدنا في بداية الأزمة كافة أن كثير من مؤسسات العلاقات العامة ومؤسسات الضغط السياسي التي كانت تعمل لصالح الإمارات والسعودية انسحبت لأنه فيه فضيحة كبرى وهي حسب حجم الفضيحة إذا الفضيحة صارت كبيرة والإعلام تبنى كشفها المال هنا لا يفيد الآن لو نظرنا كل شيء نعم هناك أزمة اقتصادية في العالم كلها وبعض الدول وجدوا أن هناك فلوس موجود في الخليج كيف نجذبها وخاصة السعودية له فلوس كيف ننهبها نعم كيف ننهب ولكن هذا لا تعني أنهم نعم قد يجبونها ولكن سيبقى هذا القضايا بين أيدهم للمستقبل لو غطوه الآن حتى ترامب لو غطى سيأتر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة